هل ستنتهي عصابات المحروق السورية نظرة على شقق العفن في فيينة التي يسكنها اللاجئين طبعا ده كان تقرير أنه كان هناك هذا تقرير الـ ORF عملته لكل من يسمعون هذا تقرير الـ ORF قامت بتصويره بتصوير الشقق نعم هذا الشيء مع الأسف يعني يوجد العديد من الانتهازيون هنا الذين يستغلون حاجة اللاجئين السوريين أو غيرهم بحكم حاجتهم للشقق هنا في فيينة باتبال سوريين أفغان أسافة كبيرة سوريين أفغان عراق يعني حاليا سوريين وأفغان هناك الأكثر شيء يعني فصراحة بسبب الفوضى في نظام أنظمة التأجير هنا في فيينة من الطبيعة أن نشاهد هي بائت مافيا طبعا هي بائت مافيا ولكن المطلوب منه أن يقوم بالسيطرة هذه الأمور هي فعليا بلدية فيينة يعني عندما قال أعتقد في خبر لاحق يوجد اليوم عمدة فيينة ميخايل لوتفيك قال أنه يجب أن يحصل على حق اللجوء أن يبقى في المقاطعة التي يحصل فيها على حق اللجوء ثم يحق له فيما بعد القدوم إلى فيينة طبعا هذا ما زال اقتراح لم يصبح لا قانون ولا أي شيء فهذا حتما حتما يساعد في تنظيم أزمة المساكن في فيينة ولكن هذا لا يسمح للعديد من الانتهازيين السوريين والعراقيين والصوماليين والذين فعليا يتاجرون بقوت الشعب ويتاجرون بهذا المسكين اللاجئ الذي مثلا الشقة أجارة ألف يورو هي فعليا بأحسن حالاتها لا تستعق أكثر من خمسمائة يورو بيأخذ منه ثلاثة شهر يطلق عليهم المحروق يعني هدول هيك بتكبهم وثلاثة شهر تأمين وشهر بين معاملة وبين عقد وبين كذا يعني اللي أجاره ألف صاروا ثماني أجار شهر ثلاثة محروق ثلاثة تأمين ألف عقد ثمانت ألاف على شقة بالواقع هي إجارة طبيعي خمسمائة يورو خمسمائة يورو وتأمينة وتأمينة ثلاثة أشهر ده بجانب استخدام طبعا الموضوع السكن موضوع التسجيل ده وبيكون برضو بمقابل خلينا ننتقل فوضى فوضى الخبر ده يمكن احنا تكلمنا عنه في عجالة ولكن ممكن برضو ناخد بعض السطور ليه غرامة من ألف يورو إلى ما فوق يعني فينا تنشئ منطقة منزوعة السلاح اللي هو في الحياة العاشرة من السبت المقبل هذا اللي حكينا فيه من الغد فعليا المنطقة العاشرة منطقة منزوعة السلاحية ليست منطقة حرب من ممنوع بالسبب أزمة لأمش ده برضو تطرقت لي حضرتك عمدد فينا بيدعم فرض قيود على ساكن طالبي اللي هو حابب أن يكون هناك توزيع للمقاطعات أني ما يكونش فيه التكدس كله في فينا طالب.. طالب بعض المعbags